جولة قصيرة في هذا المنزل والمنازل المجاورة تقدم شهادة كافية عما تخلفه حرب الميليشيا في تعيز ويمكن تقديمها كتركة للحرب لكن أكثر ما يمكن وصفها بالحطام وهو ما يجعل من كل المنافذ والنوافذ تتشابه في هذه المدينة المحاصرة إما أن تكون جالبة للرصاص أو عرضة للقذائف والدمار فأقل ما يمكن أيضا أن تخلفه هنا دهشة طويلة لهذا الجيل الغضي والمصدوم فيعادة تقييم الحالة في تعيز ووضع الحكومة الشرعية في عمق الصورة أكثر هي ما حدث خلال الأيام القليلة المنصرمة بعد أن ظلت هذه المحافظة وحيدة ما يقارب ثمانية أشهر تقاتل وتبحث عن النجاة من قتل الميليشيا يأتي تعين مسؤول جديد في السلطة المحلية بمثابة عاش المحافظة ويعادة ترتيب أوراق المقاومة في إطار الجيش الوطني في لحظة تستمر المواجهات على أكثر من جبهة إذ تؤكد المعلومات عن سقوط قتلى وجرح من الميليشيات وقوات صالح بعد مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وفي المقابل تعرضت أحياء أخرى لقصف مكثف من قبل الميليشيا المتمركزة في التلال المحيطة بالمدينة من الجهة الشرقية والشمالية كما سدت المقاومة هجوماً للميليشيا في حي الدحي وحي البعرارة ودوار المرور الصبر والتضحية عن البلاد عموماً هي ما تسطره هذه المدينة الآن بعد أن وجهت نداءات لزيارة المبعوث الأممي إليها ولم تتحقق وهو ما دفع بهذه الفتيات لتشيع الأمم المتحدة بجنازة رمزية في فعالية مناهضة للحصار والحرب في ساحة الحرية وسط المدينة عدم الالتفات لتعز الآن محلياً ودولياً هو ما يمكن المحافظة أن تعيد إنتاج نفسها مجدداً بنفسها فالكتيبة الجديدة التي تخرجت من قاعدة العند العسكرية الخاضعة للجيش الوطني قوامها 1600 جندي بعد أن تلقوا تأهيلاً عسكرياً عالياً إذ تنتظر منهم تعز المساهمة في فك الحصار وتوقيف نزيف الدم عنها فمن بين ما يحيط بهذه المدينة من الظروف إلى جوار الحرب والحصار أيضاً التدهور الملحوظ في الحياة المعيشية الذي ينضي في طريق التوقف وقد تقفل ما تبقت من الأبواب في حال استمرت هذه الحرب المجنونة ترجمة نانسي قنقر